في السادس والعشرين من الشهر الجاري دخلت دورة السادسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يومها الثاني في العاصمة السعودية الرياض وفي مقابلة مع مرسل مجموعة الصين للأعلام شاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بتطور الشركات والعلوم والتكنولوجيا في الصين معربا عن أمله في التعلم من التجربة الصينية لتعزيز التحول السريع للاقتصاد السعودي بدون شك الشركات الصينية شريك مهم لما لديهم أيضا من اهتمام بتقوية تواجدهم حول العالم لضمان أن يكون هناك ثلاثة إمداد قوية خارج الصين وننظر للمملكة أنها تكون إن شاء الله محطة مهمة لكثير من الاستثمارات ننظر أن نحن للصين أيضا أن تكون بإذن الله بلد سوق لنا للصادرات مستثمر مهم لنا في المملكة شريك في نقل تقنيات وبناء تقنيات جديدة شريك في بناء المصانع والمعدات بدأ عقد مؤتمر المعروف في اسم دافوز الصحراء منذ عام 2017 وهو يعد أكبر منتدى اقتصادي واستثماري في الشرق الأوسط افتتح المؤتمر السادس الذي يستغر ثلاثة أيام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تحت شعار الاستثمار في الإنسانية بناء نظام عالمي جديد حيث حضره أكثر من ستة آلاف شخص بما في ذلك أكثر من خمسمائة مسؤول حكومي ورجل أعمال من جميع أنحاء العالم شاركوا في مناقشات متعمقة شكرا